درس تعليمي ديقراضي بالمواكن ديالشركة ديال أوراي مو شركة ديال أوراي مو الغنية عن تعريف وبطبيعة الحال هلنخدموا حسب هذه يمعه بجميع آلة الحلاقة بالماكينة الكبيرة وهما وبالمكينة الصغيرة وبحتى الشيفر يعني ما سيستعملون كل شيء آلة واحدة وأخرى من غير هذه الآلة لنطلبوا منكم إنكم ستفرجوا في هذا الفيديو حتى الأخر بيستمادروا أنكم تعرفوا الماكسيم من المعلومات ولنطلب منكم ستفرجوا في هذا الفيديو حتى الأخر لانه قد نخلي لكم في واحد الكود برومو لأي واحد فيكم بغيش تري شي ماكينة من هاد الماكينة هادو نقص له ثلاثين درام من ثامان ديال ويالله نبدأ والخوت باش بلا ما نطول عليكم ولكن قبل ما كراتكم مش كاملين الاخوان انكم تهبطوا تحت خليوا لي لايك ديالكم وتعليق ديالكم لانه بزاف ديال درام كيشوفوا لي فيديو ديالنا ولكن ما كيتفاعلوش معاهم نتمنى انه تفعلو مع الفيديو ديالنا باش نحاول انه نحط لكم الماكسيمو ديال المعلومات اللي غادي تستفدوا منهم انتو ما ان شاء الله واول حاجة لاخوان غادي نبدأوا بها هو غادي نديرو الزيرو في الماكينة ديالنا كيف ما كاتشوفوا معايا وغادي نبدأ وغادي نحاولو نديرو واحد سميطة لي ما غاديش تكون طالعة بزاف وفي نفس الوقت ما غاديش تكون هابطة بزاف لانه احنا الدقرة ديالنا ما بغيناش يجي طالع بزاف وما بغيناش يجي هابط يعني بغيناه يجي موهيان لأنه الزبون ديالنا ما بغاش نقسم الفوق ذاك شعلش الخوت غادي نحاولو نديرو اسمية ديالنا كيف ما كاتشوفوا معايا ودائما ما استعمال طريقة الخطف ومع استعمال الالة ديال اوريمو اللي هي سمارتكي وداب الخوت غادي نهزو الماكينة الصغيرة ديالنا كيف ما كاتلاحدو معايا ديال اوريمو بطبيط الحال هدي نحاولو نصفيو هاد الزر тест مزيم دائما الخوض في مرحلة هذه فحاولو انكم تصفيو زر dear herman باش يعطيكم 1 30 اللي هو مزيان والذي غير يعطيكم 1 1 درج اللي هو مزيان هدين نحاولو اننا نصفيو مزيان هذا لا يساعدو من بعدا الخوض غردين نهزو الشيفرڤيالنا كيف ما كتشوفو التي هدها هي من شركةرورايمو و غ guerre نحاولو انا نصفيو هادك الزر של بيالyun كيفitalsتشوفو معايا وحتى الشيفر الخطر عندها واحد لسير ديالها هنو حتى اياك تخلي لك بعض الخطوط اللي ما كيبغيوش يتحايدو لك لكشي علاش حاول انك في الاسفل بركع لها مزيان ولكن فاشتقرب لهذاك الخطة اللي عندك حاول انك تخفف يديك واحد شوية باش تقدر انك تجنب هذوك الخطوط ما يخرجوش لك ومن بعد الخط مسالين بالشيفر بطبيعة الحلغة يبقاولين هذ الخطوط اللي هم اخفاف بازاي فقدينهرسوهم بالماكينة الصغيرة ديالنا نبحث طريقة اللي هي بسيطة حاول انك تخدمون غيب الراس ديال الماكينة كيف ما كتشوفوا معايا وفي البلاصة يعني كيمشيوا وما كيبقى لنا حتى شيخط حاولوا انكم تأكدوا من هذ المرحلة مزيان باش ما يبقوش لكم الخطوط في الاخر يخسروا لكم الحسانة ديالكم بعد بعد غادي نهزو الماكينة الكبيرة ديالنا بطبيعة الحل هذي نديرو فيها الزارو سانك وغادي نحاولو نديرو حد سميطة كيف ما غا تشوفوا معايا بطريقة الخطف دائما طريقة الخطف مهمة بزاف الخوط دي ما كنقولها وكان نعود نقولها لانها هي الحل الوحيد باش انك ما توقش تعانيه مع الخطوطة نهائيا هذي نحاولو كما كتلكم ديرو حد سميطة اللي غادي تكون موين يعني ما تكونش كبيرة بزاف لانه بغينا ديقراضي ديالنا يجيش ويا سامبل يعني ما يجيش يبان من البعيد كأنه ممهرش نهائيا انما يبان ديقراضي اللي هو مهرس هذي نكملو قسميطة ديالنا كيف ما كتلاحظو معايا الخطف حاولو انكم تصفيوها مزيان باش ما تلقوش فيها يعني الدفوات من بعد ومن بعد الخطوط غادي ندوزو لجيد ديالنا غا نبقى نحركوه شوية درجة بدرجة ونحاولو نهرسو هذي الخطوط اللي كيكونو هنا كيف ما كتشوفو معايا هذي يبقى لنا هذي الخط هدا ما بين زيرو وما بين زيرو سانك دائما الخط اللي قيد دارو رغسكم تحركوه يعني القيد ما عندوش واحد القاعدة محددة كيف ما كتشوفو معايا كنحاول انه ونخدم به هنا فوق يبقى ما بقاش يعني ذاك الخط كيتمسح كنزيد نطلع شوية القيد ديالي وكان عاود نزيد نخدم عاود ثاني القتراسي في شي بلاصة انه كي نقص ليه بزاف كنحاول انه نهبطه شوية ونعاود نخدم كيف ما كتشوفو معايا يعني هذي الطريقة ما كنش شي طريقة اللي هي يعني معقدة بزاف يعني عين كميزان كتحاول انك تشوف ذاك الخط وش بدا كيتمسح او لا ما بداش كيتمسح وكتمشي معا بها الطريقة هذي يعني شوية بشوية حتى ما كيبقاش يبقى شبال لك ذاك الخط نهائيا كيف ما غضي تلاحظو معايا والنقطة اللي كان نركز عليها لاخوان فاضل مرحلة هو حاولوا انكم تخدموا بالرأس ديال الماكينة كيف ما غضي تلاحظو معايا فالماكسيمو ديالي كنحاول نخدم بالرأس ديال الماكينة يعني ما كنخدمش بالماكينة كاملة لانه الماكينة كاملة اللي اخذنا بها كتخليننا الخطوط بزاف كيف ما تلاحظو معايا فارع الخط ديالنا يعني التمسح ما بقاش كيبان كنحاول انه ندير الفينيسيون ديالي مزيان باش ما يبقى لي حتى شي خط نهائيا من بعد غدين هالزور قم واحد كيف ما كتلاحظو معايا وغدين ديروه في الماكينة ديالنا وحتى هو غدين نحاولو اننا نديرو بها واحد سميطة كيف ما غادي تشوفو معايا وبها الطريقة هذي ودائما تكون عندكم المشطف يديكم خدموا او مشطف نفس الوقت كيف ما اطلاحظو معايا يعني كنضرب واحد جوج ضربات ومن بعد كان مشط باش كنشوف الخط ديالي فين وصل يعني فين كعين وهنا الخط حاولوا انكم تجنب بطلعوا بالواحد بزاف لانه اللي وصلعتي بالواحد بزاف كما هكتلكم في الاول زابون ديالنا ما بغاش نقز من الفوق فرغا ديجي ذاك شي كبير بزاف يعني الفوق قد شيني كبير بزاف مقارنة مع الجنة بتاك شي علش كنحاول ندير او واحد سميطة اللي غادي تجي بينو بين يعني ما تكون لكبيرة لصغيرة كيف ما غادي تلاحظو معايا هنا الخط وهنا الخطف سيبدأ لكم أنه لا يوجد خط تماما ولكن ضروري أن نهزل واحد صغيرة كما تشاهدون معايا ولا زروا سنك ديال المستقل لواحد ما يقول لها ونحاول أنه نفيني مزيان ذلك البلاثة وخاما كي يبدأ لكم أنه لا يوجد خط تماما كان اللي سيجعل الدقار هذه بحلاكة ولكن لخصك ضروري تفينيها ولكن ما الذي يجعل أن الخطف لا يوجد خط تماما أنه أخذ منه بطريقة الخطف يعني طريقة الخطف مهمة بثافة الخطف باش كتجنبوا الخطوطة يعني ما كيخرجوش لكم الخطوطة نهائيا الناس اللي بقي عندهم مشكلة في طريقات الخطف ولا ما عارفين شكاعة طريقات الخطف شناية حاولوا أنكم تخليوا هاليا في كوماتر نقدر ندلكم عليها شي فيديو اللي يكون سبيسيال عليها بوحدة باش تقدروا أنكم تفهموها وخاطية جادرة تسعليها بزاف ديال الفيديو واس المهم خليوا هاليا في التعليقات الخاصة وهنا غدي نتوزل للمرحلة واحدة أخرى هو غدي نطلعو لجيد ديالنا وغدي نركبوه الجوج صغيرة كيف ما كاتشوفوا معايا هدي رقم اتنان صغيرة الخط اللي يخدمين بها هنا ودائمنا دي طريقة الخطف الخط اللي اللي لاحظتم معايا شوفوا كيفاش كنخدم بالماكينة ديالي يعني الماكينة كنحاول أنه نخدم بها بنصف دائرة وغيب عليكم أنه الخطوط ما كينينش نهائي يعني ما كيبينوش لك الخطوطة يعني لما كنتيش كوفوا ما غديش تلاحظة أنه الحسانة بقي خصد فينا ولا مخصش تفينها الخط ديك الشي علش كننصحكم بها الطريقة الخطفرة مهمة بزاف وهنا غادي نزيد نفيني مزيان هاد لي مكان هادا كما كنت لكم هنا تجنب سنو نطلع بزاف الفوق لأنه زبون ديانو ما بغاش نقص من الفوق ودك الشي علش كنحاول أنه نخلي ديك البلاصة شوية كحلى باش نقدر أنه نفينيها واحد شوية ينضيق راضيها باش جيني مقادة معالها فخونش غادي نشو معا الخط به الطريقة هدي كيف ما كاتشوفوا معايا وغادي نهبط لقيد ديالي اللي ولي عندي دابا واحد فاصلة خمسة يعني لواحد زائد لقيد هاد كتساوي لنا واحد فاصلة خمسة غادي نحاول نزيد نفيني به من هنا وخاك كيف ما كنت لكم في الأول يعني الخطوطة ما بقاوش كي يبانو نهائيا ولكن ضروري أنكم تديروا الفينيسون لأنه إلا حققتي غادي يبانو الكاينين شي خطوطة ما غير ما كي يبانوش مزيان تلك شيء يجب أن نسحهم باش ما يبقاوش يبانو نهائيا الخطوط ودائما كما كنقول لكم في المرحلة الفينيسون كنحاولو نخدمه بالراز ديال الماكينة فقط في بعض الأماكن اللي نقدرون نخدمه بالراز ديال الماكينة كاملة لأنه تقدر تجي تبغيت فينا تصدق زاب الله اللهم خدموا بالراز ديال الماكينة كيف ما أتلاحظوا معايا هنا يبال لكم ديقرات ديالنا تقريبا نرام فيني ما يبقاوش فيها يعني ايان شي خطوطة ودين هزو الماكينة الصغيرة ديالنا وغادي نديروا بها طور دورة كيف ما كتشوفوا معايا فهنا غادي نحاول أنه ونقيس لي بطغير واحد شوية يعني غير ذك شي خفيف كما كتلكم يعني دائما الرغبة ديال الزابون مهمة بزاف هنا الزابون ديالنا ما بغاش يدير طرصاج اللي يكون باين بزاف فقط تبغى غير يقيسهم شوية احنا لبينا له الطالب وهنا غادي ندوزوا المرحلة باش نحاولوا نسرحوا شوية الشعر الفوق باش نشوفوا راسنا شنو هو الحل اللي نقدروا نديره في هاد المرحلة هادي لأنه الزابون ديالنا ما بغاش يعني انقص الشعر ديالهم الفوق بالمناسبة حتى السيشوار تهو ديال اوراي مصرحة السيشوار اللي هو صغير اللي هو زوين تقدر تديها معك فين ما مشيتي هنا الخوت لقيت الحل هو انه خصنين فيني شوية بمقص ايفيلي كيف لما كاتشوفوا معايا داروري خصنين دير شوية الفينيسون بالمقص ايفيلي باش ما تبقاش لها ديك البلاصة كثيفة بزاف والتحت نضيقة راضية وهنا الخوت غادي نكونوا تقريبا وصلنا النهاية ديال الفيديو وبنسبة للناس اللي غادي يسولوني على هاد الممكن باش خدمت مني يقدروا يشريهم غادي نخلي لكم جميع المعلومات اللي تحت في الوصف ديال هاد الفيديو الخوت وما تنسوش انكم تخلو معاكم هاد الكود برومو اللي غادي نقص لكم 30 درهم على كل برود ويبغيتو انكم تاخدوه وشكرا لكم بزاف الناس اللي تفرجوا في هاد الفيديو حتى اللي هنا اللي اعجبكم له فيديو ما تنسوش انكم تخليوا ننالي لايك والتعليق ديالكم واتلاولي افرصكم بزاف كان معكم زكريا من قناة مهوص الحلقة باسليكم على فهمي اشتركوا في القناة